امريكا لا تستطيع ان تتعامل مع مراهق سياسي لان ماكرون مراهق سياسي ورئيس فاشل امريكا متقدرش تتعامل مع شخصية متل شخصية ماكرون كيفش نقوله ضحية اهوائه ولعل خياراته الشخصية اليوم كي نهضر على الشخص خياراته الشخصية في الزوجة تاعه في حياته الخاصة في اصدقاءه من الذكور اليوم في المقربين منه ايضا من المخزن المغربي اليوم لا يجب ان نأخذ الامور هكا وحدها تصريحات اليوم ماكرون والمكتب تاعه والمقربين من ماكرون الذين اغلبيتهم من المغربة اليوم هم وراء هذه التصريحات والاموال التي سيجنيها ماكرون عبر هذه التصريحات من اجل حملتها الانتخابية زيادة الى مغازلة الحركة ومغازلة كتلة انتخابية في ضل اوزوف الشعب وعوزوف الشباب الفرنسي اليوم الانتخابات في فرنسا الناس اللي يقرر انها تنتخب بان اندبون دامان دو اكس ولا ايجراك رهي ما فاتتش 24% منها 24% ايتخمم بالك تعاود تنتخب ماكرون تسعتاش في المياه اللوبين وسبعتاش في المياه الزمور وسبوع زمور تلقاه فوقو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي في الله كنتمنى تكونوا كاملين باخير على خير وفي احسن الاحوال مرحبا بكم من جديد في هالفيديو اللي كنتمنى يلقيكم بصحة وعافية واحوال تامة وبطبيعة الحال مع اخر الاخبار واخر المستجدات اليوم الاخوان وكيما تشوف الفيديو غدين تكلموا على الجارة الشرقية لان انا البرحة الاخوان صافي حيدنا للجزائر كنقولوا غير الجارة الشرقية لانها مكنش جزائر وماكرون هو اللي اكد لنا هاد الشيء والتاريخ كذلك هو اللي كي اكد بللي مكنش جزائر المهمة الاخوان كيما شتوا او كيما سمعتوا في هاد الفيديو صراحة احنايا كيما كنقولوا في المغرب عيش نهار تسمع اخبار هاد الجارة الشرقية نظام القاطع نظام ديال الكابرانات ما عندهم ما يدار غير المغرب المغرب دار لنا المغرب فحل لنا قاعد الاتهامات اللي اتهموا المغرب ديال بيقاتوس اتهامات ان المغرب عندو يد فتزيوزو او فحرائق تزيوزو كذلك المغرب كيما اتشاركت معاكم ان الجارة اللي هجم على واحد المنطقة جزائرية عندو جنسية مغربية صراحة هاد شي كيضحك ولكن معا رحنا في الويكند يعني بونا نفوجو شوي على راسنا ونضحكو شوي وهاد الجارة الشرقية هاد بويا عمار لاننا هاد المنطقة ديال الجارة الشرقية مجموع فيها غير الحماق يعني ديال بويا عمار ايا دولة القاطع والكابرانات مقدوشة لما مهم فرنسا ولي كيتابع الاخبار اخواني اخواتي يعني ماشي مودة كبيرة هاد من اللي يخرج كلبون في واحد التصريح وقالب اللي هو كيتيق في القرارات ديال ماكرون ولكن جلبار حو اعطاهم صفعي الاخوان ما كانوش كينتظروها ما كانوش كيتصورو ان ماكرون قديدلهم هاد الضربة القاضية ويضحك عليهم العالم كامل ويفضحهم ويفضح التاريخ ديالهم ما قدروش الاخوان يقطعوا العلاقات مع ماماهم فرنسا وكيمدا باشتوفوا الفيديو اخواني اخواتي وبحل ديما وبحل عدد ديالهم الاتهامات لمنتهية ديال الكابرانات للمملكة المغربية او للمغرب اليوم الكابرانات هاد الخين الحمق قال لك راه المغرب هو اللي يحرض ماكرون باش يهجم الجزائر هنا يا اخواني اخواتي كيما قالوا باللي ماكرون راه المغرب خلصوا اموال باهطة باش يهجم الجزائر اخواني اخواتي الصراحة ما القينا ما نقولوا في هاد الحمق هادو النظام ديال الكابرانات نظام ديال القاطع ما كيف فكروش ما عندهم شلعقل ممكن الخين اغبياء هنا يا الاخوان ماكرون خرشوا في ضحهم قال باللي عندهم ارشيف او كان واحد الارشيف ديال التاريخ ديال الجارة الشرقية دولة القاطع ودولة الممياء يعني الاراضي اللي سرقات من المغرب الاخوان الاراضي المغربية ومنهم الصحراء الشرقية والاراضي كذلك اللي سرقات من مالي والاراضي اللي سرقات من تونس هاد الشي بالجمعات وداروا واحد الدولية ديال الجزائر او ديال الجارة الشرقية اخوان ما قدوش يردو على ماماهم فرنسا شكل يبن لهم في الطريق عرفوا باللي المغرب راه كيضحك عليهم المغربة كاملين يعني كيضحكو عليهم شنو غدي ديروا غدي تهموا مرة اخرى او مرة تالتة ورابعة وخامسة وسادسة المغرب اللي هو اللي حرد مكرون وخلصوا اموال باهطة باش يهجم الجزائر شتوا الاخوان العبقرية ديال القوة الضاربة وسمعوا يا الاخوان يعني في خبر اخر قال لكا سيدي الرئيس الجزائري عبد المجيد خيب الكنية المهمة كلبون في اطار باش غدي يرضى على مكرون قرر يغلق المجال الجوي الجزائري امام جميع الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة الى منطقة الساحل في اطار عمليات برخان دول الاخوان دول اللي عندها ديبلوماسية وكتفكروا عندها سياسة منين كتجي كتواجه شي دولة كتنزل عقوبات او كتنزل بالعقوبات وكتجمد التعاون الامني والاقتصادي ووووال الى اخره لكن القوة الضاربة للاخوان دولة القاطع دولة الممياء دولة الاغبياء عندها غل برد او يعني اللي جو كتسدوه تفتحوا فق مرش قتليها اخواني اخواتي الصراحة محنناش تعليق على هادشي اللي كتدير الجارة الشرقية هادشي ماشي من مستوى ديل الدول هادشي اللي كتدير الجارة الشرقية او هاد الاتهامات اللي كتتهم بها المغرب مخصناش نرضو عليها لانها هادو الاخوان صافي تأكدنا باللي امراضي نفسيين تأكدنا باللي راهم حمق تأكدنا باللي ما عندو مش العقل باش كيفكروا وهادو مخصناش نضيوها فيهم نخدمو خدمتنا نستمرو في الانجازات ديالنا وتطورات ديالنا والشراكات العملاقة ديالنا اخواني اخواتي اما دولة القاطع نخليوها تقاتل غير هي ورسها اخواني اخواتي تحية لكم كبيرة وصلنا النهاية ديال هاد الفيديو كنظن انكم دحكتو شوي على القوة الضاربة مع القوة الاقليمية ديال دولة القاطع وكيفاش كتردو كيفاش عندها الدبلوماسية وكيفاش كتستعمل سياسة الداخلية ديالها والخارجية كابرانات الاخوان بهاتش اللي كيديرو كيعبرو على المستوى ديالهم كيعبرو على السياسة والديبلوماسية ديالهم المهمة الاخوان وصلنا النهاية ديال هاد الفيديو كنتمنى انكم تبرتجي وتلايكي وقدر المستطع ولأول مرة شفت القناة بطبيعة الحال وعجبوا المحتوى ما يبخلش علينا بالاشتراك وفعل الجرس بجدي ما يتوصل بالجديد تحية لكم كبيرة تحية للديبلوماسية المغربية تحية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله قائد البلاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة